موسيقى مساء الخير وهلا بحضراتكم وحلقة جديدة النهاردة يا جماعة نتكلم في موضوع مهم جدا جدا لان كان فيه غضب كبتي كبير على السوشيال ميديا بعد بيان الكنيسة الأسكفية الإنجليكانية بمصر كهم كانوا عاملين جلسات أو مؤتمر لقادة نصف الكرة الجنوبي وقالوا بقى ايه في ختام الجلسات قالوا ان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد لتعليم الصحيح طيب مش عندنا قوانين كنيسة طيب مش عندنا قوانين الأباء الرسل المجامع المسكنية مش عندنا التقليد الكنسي هم قالوا الكتاب المقدس بس ماشي هم براحتهم يقولوا لكن المصير في الموضوع ان الأنباء أقليماندس كان حاضر نائب عن كنيستنا في هذا اللقاء وهو سمع البيان الختامي بتاعهم ان هو قال ان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح تعالوا نشوف كانوا كاتبين ايه والناس ليه كانت غضبانة على السوشيال ميديا اختتمت اليوم جلسات قادة مؤتمر نصف الكرة الجنوبي الذي جمع قادة الإنجليكان ذات الفكر الأرثزوكسي يعني ايه قادة الإنجليكان ذات الفكر الأرثزوكسي من مختلف دول العالم بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسكفية الإنجليكانية والأنب أقليماندس الأسكف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة نصر نيابة عن قدسة البابة ودروس الثاني وذلك بكرت رأية جميع القدسين الأسكفية بالزمال اجتماء ركزت الجلسات على التطورات التي يمكن تحقيقها من خلال شراكة الكنائس الأسكفية في مؤتمر نصف الكرة الجنوبي على مدار التلات أعوام القادمة ماشي إذ ناقش المشاركين سبل تعزيز التعاون بينكنائس الإنجليكان في نصف الكرة الجنوبي باحثين سبل التغلب على التحديات التي تواجهها الكنيسة الأسكفية بالإضافة إلى عرض التطورات التي شهدتها الكنائس منذ انعقاد المؤتمر الماضي طيب دي حاجتهم يعني المؤتمر ده خاص بيه الكنيسة الأسكفية الإنجليكانية إحنا ملنا بقى في الموضوع إحنا إيه دخلنا في الموضوع البابا بعت مندوب ليه يحضر ليه اجتماعاتهم وجلستهم وفي الآخر البيانة الختمية يقول إن الكتاب المقدس هو المصدر الرئيسي لينا وبس هو المصدر الرئيسي الوحيد للتعليم الصحيح طيب ده معناه إيه يا جماعة وأكد المشاركون على أهمية تعاون الكنيسة الأسكفية في نصف الكرة الجنوبي للتقدم وتحقيق رسالة الإنجيل في خدمة المجتمع مشددين على أن الكتاب تاني مشددين على أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح وأن دور الكنيس هو تعليم قيم الكتاب المقدس ونشر المحبة والسلام دي الصورة هي يا جماعة أهو الآن بقى كليماندس كمان مش حاضر مجرد حاضر مع الشعب كمان لا ده حاضر ده قال كلمة كمان أهو قاعد جنبه وهو على المنصة وقال كلمة كمان يا جماعة دي كل الصورة هي طيب ده هل ده بيان مشترك ما بين كنستنا وكنستهم بس ده مؤتمر خاص بيهم هم دي كل الصورة اللي حطنا هي طيب تعالوا كده نشوف بقى مين اللي تكلم في الموضوع ده من صفحة بقى الكمس مكاريو الساويروس كان كاتب تعليق مهم جدا حول الموضوع ده كان كاتب إيه بقى هو كاهن في النيوجيرسي يا جماعة في أمريكا الكنيسة الكبتية الأرثوذكسية مصادر التعليم في كنستنا الكبتية أول حاجة الكتاب المقدس بعهد التقليد المقدس اللي هو تسليم الرسولي قوانين الأباء الرسل الأطهار 127 قانون في كتابين تعليم الأباء الرسل الأطهار اللي هي الدسكولية قوانين المجامع المقدسة المعترف بيها اللي هي نكيا وكسطنطينية وأفاسوس قرارات المجمع المقدس لكنستنا الكبتية الأرثوذكسية ويخطئ من يقول ويعلم بأن الكتاب المقدس هو المصدر الأساسي والوحيد للتعليم في الكنيسة هو بيرد عليهم يا جماعة يعني هما كتبين في بيانة الختامة أن الكتاب المقدس هو المصدر الأساسي والوحيد وقدرين بالكم الوحيد دي للتعليم في الكنيسة طبعاً إحنا كنستنا مش كده يعني كنستنا مش كده ما بتقولش بس إن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد لا ده في حاجات كتيرة جداً عندنا مصادر تانية مع الكتاب المقدس ومن يعلم بهذا التعليم الخاطئ الذي ينحدر إلى مستوى البدعة المهلكة هو يقصد هدم عقيدة أساسية في كنستنا القبطية الأرزوكسية وهي كنست تقليدية وهو صاحب التعليم الخاطئ الذي يريد إلغاء التقليد الرسولي آه عايزين يلغو التقليد الرسولي يا جماعة يريد إلغاء التقوس التي تشرح لنا وتثبت فينا عقائدنا المثبتة في صفحات الإنجيل التي هي الحياة الكنستية وليعلم صاحب هذا الرأي الخاطئ اللي هو نيفت الأنبأ أقليماندس اللي حضر معهم اللقاء يا جماعة إن عقيدة أسرار الكنيسة السبعة سبتة في الإنجيل المقدس أما عن كيفية ممارسة كل سر من أسرار الكنيسة فلم يتم تسجيله في الكتاب المقدس وقد تسلمنا تقوس وكيفية ممارسة الأسرار من أبأنا الرسل الأطهار وهم حفظوها بعد أن تسلموها من السيد المسيح في فترة الأربعين يوم بعد قيامته المجيدة وكان يكلمهم عن الأمور المختصة بملكة الله في هذه الفترة سلمهم السيد المسيح الحياة الكنسية والأسرار والتقوس والعقيدة والإيمان وهم بدورهم صلوا بما تسلموه وقرزوا به وسلموه للأجيال التالية لهم حتى جلنا هذا يعني اللي استلموه من الأباء الرسل الأطهار إحنا بنسلمه كما هو اللي استلمناه بنسلمه ومارسوا الرسل الحياة الكنسية وعاشوها مع الكنيسة المقدسة قبل كتابة الإنجيل المقدس طبعا فكيف تجرأت أيها البنافق اللي هو الأنباء كليماندس وتريد أن تكون بإلغاء عقيدة أساسية في الكنيسة المقدسة وهي التقليد الرسولي فانت رايح تلغي بقى التقليد الرسولي بقى تقول الكتاب المقدس بس هو المصدر الواحد للتشريع في الكنيسة طب بقى إيه الحاجات دي إيه يا جماعة إحنا إيه اللي بنسمعه ده وإيه اللي بنشوفه ده ونيافة الأنباء كليماندس يحضر ليه أصلا الاجتماع ده وهم أصلا حاجة خاصة بيه ولا إحنا بنعمل لقاء مشترك أو بيان مشترك معاهم واحنا مش فاهمين معنى إن هو يظهر على المنصة ويتكلم معاهم في المؤتمر يبقى هو عنصر أساسي الصور يا جماعة هي معبرة الصورة معبرة وما سمعت مني بشهود كثيرين أوضعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا رسالة بروس الرسول الثانية إلى تمساوس 2-2 لإنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا رسالة بروس الرسول الأولى إلى أهل كرنسوس 11-23 إذا كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر لإني أرجو أن آتي إليكم فما لفما لكي يكون فرحا كاملا دير ثالة يحن الرسول الثانية 1-12 وكان لي كثير لأكتبه لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم ولكنني أرجو أن أراك عن قريب تتكلم فما لفم رسالة يحن الرسول الثالثة 1-13-14 وأما الأمور الباقية فعندما أجي أرتبها رسالة بروس الرسول الأولى إلى أهل كرنسوس 11-34 من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك رسالة بروس الرسول إلى تيتس 1-5 وأشياء آخر كثيرة سنح يسوع أن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يفع القتب المكتوب أمين ده إنجيل يحنى 21-25 ولمن يعلم أن الكتاب المقدس هو المصدر الأساسي والوحيد للتعليم المسيحي أقول له خاف الله يا منافق خاف الله يا من تريد هدم العقيدة المسيحية خاف الله وإقرأ هذه الآيات بشيء من الخزي المسيح إلهنا في وسط الكنيسة فلن تزعزع أبونا مكاريو السوير اسكندراد ده قوي جدا منه يعني إيه اللي انتو بتعملو ده هل إحنا عندنا الكتاب المقدس المصدر الأساسي والوحيد للتشريع في الكنيسة ولا عندنا مصادر تانية وحاجات تانية يعني التقليد الكنيسي مش نقدرش نلغيه طبعا ده الكنيسة أي مع التقليد الكنيسي المجامع المسكنية التلاتة اللي احنا معترفين بيها كسطنطينية أفاسوس نوكيا وغير معترف بأي مجامع مسكنية أخرى تعالوا نشوف تعليقات الناس عليه صدقت يا أبي فأول من نادى بشعار الكتاب المقدس وحده هي الحركة البروتستانتية وذلك لإلغاء التقليد المقدس والأباء والمجامع وقد فتهم أن الكتاب المقدس الذي تسلمناه بالتقليد لا يمكن أن يكون ضد التقليد وأن الكتاب المقدس الذي تسلمناه مشروحا من الأباء لا يمكن أن يكون مفهوما فهما سليما بدون الأباء والكتاب المقدس المشهود لقنونيته من المجامع لا يمكن أن يكون ضد المجامع أما الذين ادعوا بأنهم يأخذون بالكتاب المقدس وحده كانوا أول من حزفوا أصفارا من الكتاب المقدس اللي هما بيقولوا نحن بنعمل بالكتاب المقدس بس يشوفوا بس هما بيقولوا عليه لإلا أول وأول من قسر وصايا صريحة في الكتاب المقدس لمن يعطوها اعتبارا وأول من ادعب وجود أساطير في الكتاب المقدس وأول من تعامل مع نصوص الكتاب بطريقة الانتقاء يأخذون منه مع ما يتمشى مع انحرافتهم يتركون ما يرد على هرتقتهم ربنا يرحم يعني الكنيسة الأسكوفية الإنجليكنية دي عندهم جواز الشواز نقول عليهم إيه بقى ده كانوا بيرسموا أساكفة شواز وكون نحن موقفين الحوار معاهم والكنيسة ترجط ساعتها أيام قدست البابا شنودة الثالث لأنهم رسموا أساكفة شواز تخيلوا يعني دول بيتكلموا بيقولوا إيه فيه بقى تعليق بيقول بدل الحرب الكلامية لديرة بين الكنيس والطوايف ومين صح ومين غلط ومين تطور ومين تجمد ومين تحجر ومين تجدد ومين عقدته سليمة ومين عقدته من حرفة وكل كنيسة لها فكرها وتراصها وتقالدها وقدسيها وأباها ورجالها فلتحافظ كل كنيسة على غناها هذا وتصونه وتشرحه وتبسطه وتنشره وتعلنه وتقدمه كغنى لكل الكنيسة الأخرى ولنقدم بعدنا بعضا جمال خبرة إيماننا بالمسيح وكيف تؤثر على حياتنا وتجعلها خصبة وغنية ممتعة وإيجابية وفعالة مليئة بالإيمان والرجاء والمحبة والفرح ولنشارك بعدنا بعضا بجمال خبرة الشركة في الأسرار المقدسة وكيف تفتح حياتنا على الله وعلى الإنسانية بكل عمق فاتفتح فينا ولنا وأمامنا أفاقا جديدة متجددة كل يوم ولماذا لا تقدم كل كنيسة للأخرى يمين الشركة على ما هو مشترك بنا وهو كثير وحوار المحبة والإحترام لما يحتاج الدراسة والاتفاق عليه وهو قليل ولماذا لا نترك أمور الفكر اللهوتي لللهوتيين والمتخصصين والدارسين المتعمقين الذين يدرسون كل شيء بعمق ورؤية وموضوعية ويطرحوا على الكنيسة كلها نتائج بحثهم ومدرستهم التي تكون متاحة للجميع وليأخذ منها كل ما يريد وما يناسبه وقعد يتكلم بها في حاجات كتيرة ونتحد الكنيسة كلها في أمر واحد مهم هو إعلان الإنجيل وتقديم يسوع ابن الله المتجسد طيب تعالوا نشوف بقارات ده أبونا قال له إيه بقى قال له الأخ العزيز تفوت الله يسمحك ليست حرب كلامية ولكنه تعليم نقي وسليم ليست حرب كلامية ولكنه عمل رئيسي من اختصاص أبونا الكاهن أن يكون معلما وصالح للتعليم ويشرح حاقته لرعيته حتى يكونوا ثابتين غير متزعزعين ليست حرب كلامية ولكني لا يمكن لي أن أسكت وانا أرى وأسمع غيري يحاول جاهدا من التشكيك لعقيدة كنستي وهدمها وأعلم أن كنيستنا الكبتية الأرزقسية غنية وخصبة بأبقها وقدسها وشدهدقها وروحانياتها وإيجابية وفعالة إيمانها الراسخ بالرغم من كل المضايقات والاتهادات التي وقعت عليها من اليهود ومن الرومان ومن مسيحيون مثلهم مدة 190 سنة منذ سنة 451 وهو إيه بعد مجمع خلقودونيا وحتى دخول العرب مصر وحتى بعد دخول العرب مصر لم يتوقف إيه الاتهاد فالإيمان الذي تسلمناه بالدم لا يمكن التفريد فيه لا بكلمة ولا بحرف واحد طبعا وسوف لا ننخدع بهذه العبارة الرضيئة المملوئة خبسا ويكمن فيها كل شر الإنكسام ألا وهي لنترك أمور الفكر اللهوتي لللهوتيين المتخصصين هذه المقولة خدعة شيطانية ولا يسح لك أن تكررها فعلا يعني فيما معناه بيقول لابونا إيه هو أنت عالم لهوتي انت جاي تتكلم علينا ليه كده يعني ففي فترة اختفاء ونفي الكديس أساناسيوس كان الذي يحمي إيمان الكنيسة هو الشعب الكنيسة رجال ونساء وأولاد وبنات فاتمئن لن نطيع هذه الكلمة الرضيئة لأننا ندرس العقيدة الأرسلوكسية في كنيسنا القبطية لكل المراحل العمرية شعبنا المبارك ثم تقول قولا آخر لتتحد كل الكنيس في أمر واحد بخصوص الإنجيل والمسيح اعلم نحن كنيسة غير منشقة ولكن كنيستك الليلة الأسكوفية على الإنجلي كنية التي أنت تتبح هي التي انشقت في مدمار خلق دونيا وهي التي صنعت الانشقاق ومازالت تزرع بدع وهرتقاط وأنا عرفتك وكشفتك من تعليقك على أبينا الأسكوفة الجليل الأنبرافقيل وهو بيفنت بدعة رئاسة بوترس وبيرد عليها وقرأت تعليقك ولهذا فلغتك تظهرك وإذا كنت تريد الوحدة كما تدعي في كلامك كل كنيستك ترجع إلى زمن قبل الانشقاق يعني قبل كام ربع ومية واحد وخمسين لهو مجمع خلق دونيا وهو الوضع الثابت والذي لم يتغير فيه كنيستنا الكتير الأرزوكسية وليس من اللائق أن تصف ما نكتبه في تثبيت إيمان الرعية وشرح العقيدة الأرزوكسية بكلمة المهاطرات وتأكد أن كلامك لن يؤثر في رعاية الكنيسة ولن يبعدهم عن كنيستهم ولن تنال ما ترجوه من كلامك وكل ما كتبته أنت هو كلمة حق يراد بها باطل يعني أنت بتتكلم وفي داخلك أنت تعلم أن كل ما تقوله أنت هو ليس حق وسأكتفي بهذا الرد ليكون الرب معك وينير أمامك الطريق لتتبع المسيح الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة طبعا هم قاعدوا بقى يردوا على بعض ده مش موضوعنا لكن يا جماعة الموضوع كبير جدا ظهور الأنبأ كليماندس في مؤتمر تابع ليهم طب أنت رايح هناك تعمل طب هم هياخدوا كرارات ولا ده كان بيان مشترك ما بيننا وبين كنستهم يعني ظهورك في مؤتمر وقاعد على المنصة طب وهم قالوا بيان ختامي طب احنا ملنا بالموضوع ده يا جماعة دول كنيسة أسكفية مع بعض وبيجتمعوا مع بعض طيب احنا إيه اللي دخلنا في الموضوع ولا أنتو عايزين تقولوا أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد المكتبين المصدر الوحيد المصدر الوحيد يعني ما فيش معاه حاجة تانية كتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم طب والحاجات التانية دي ايه مش مصدر برضو لا المصدر الوحيد نخلي بالنا أن هما كتبين المصدر الوحيد عشان كده الناس خلت بالها من هذه الجمل وخلي بالكم ما فيش واحدة دون واحد الإيمان أولا نتحد زي ما كنا قبل مجمع خلق الدونية كل يقول لنا كنا واحد بعد مجمع خلق الدونية حصل انشقاق كنائس خلق الدونية وكنائس لا خلق الدونية نجتمع زي الأول بس موضوع خلص يا جماعة اكتبوا لي في التعليقات بقى التشريعي في الكنيسة مصدر التعليم ولا فيه تقليد كنسي مجمع مسكنية قوانين أباء الرسل قوانين الكنيسة ايه بقى والتقليد الكنسي راح فين ده أهم حاجة تقليد راح فين كده أنا خلصت حلقة النهاردة تحياتي واشوفك في حاجة جديدة كنا معكم نيفينجركس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة